تقييد عمليات إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية التي تحتوي على السكر والملح والدهنيات هو من بين أهداف المخطط الوطني المتعدد القطاعات لمكافحة الأمراض غير المتنقلة الممتد من 2014 إلى 2018 المصادق عليه من طرف الحكومة نهاية الأسبوع الفارض المسألة تمس بالدرجة الأولى بعض المنتجات منها المشروبات بمختلف أنواعها والحلويات المخطط سيطرح جدلاً واسعاً في الوسط الاقتصادي خاصة وأن هذا المخطط يتضمن عدة إجراءات تشدد على ضرورة التحرك تجاه أسباب بعض مخاطر الأمراض من خلال الحث على تقليص استهلاك هذه المنتجات إجراءات من شانها تعرقل السلسلة التجارية انطلاقاً من المنتج إلى المستهلك وهو ما قد يضرب تسويق منتجات تتسبب في بعض المخاطر المراضية مثل السكري وأمراض القلب والشرايين وسرطان المعدة ويتضمن المخطط الاستراتيجي المصادق عليه من طرف الحكومة بعض القواعد التي تلزم مصنع ومسوق هذه المنتجات المتوفرة على مادة الملح والسكر والدهنيات بالإشهار بمخاطر استهلاك منتجاتهم مثلهم مثل منتج السجائر الذين بدورهم هم مجبرون على اتباع نفس القواعد ويأتي المخطط الوطني لمكافحة عوامل الأمراض غير المعدية طبقاً لالتزامات الجزائر على الصعيد الدولي لا سيما المخطط العالمي لمكافحة الأمراض غير المعدية المصادق عليه من طرف الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 والذي انضمت إليه الجزائر وإن كان المخطط يهدف لترصيخ ثقافة استهلاكية معينة إلا أن السؤال الذي يبقى يطرح نفسه هو ما درجة تأثير ذلك على منتجي ومسوقي هذه المنتجات المعنية